أكدت سفيرة والمجر بالجزائر إلغا بيريتاز خلال زيارتها إلى ولاية مستعانم عن ارتياحها للإقتراحات المقدمة من قبل المستثميرين المحليين للولاية خاصة في المجال الفلاحي الذي يعتبر من أهم الملفات الذي بإمكانها أن يعطي إضافة للبلدين كما أشادت ذاته المتحدثة بالثروات السياحية التي تتميز بها ولاية مستعانم والتي أشادت من خلالها سفيرة والمجر بوجوب الاستثمار فيها من قبل الأجانب قصد بعث النشاط السياحي للجزائر التغطية كانت لمراسلنا من مستعانم أنيس بن حالا المستعانم هو مستعانم حصولنا ليستهزائي دعوية مستعانم هذه المتظمرة للمحليين والمسطع، لما يسمحونا لأنه ليس جدًا لأنها مستعانم يعطيٌ بشكل يومية مستعانم وبعد ذلك أن تعتبهم بباستخدامنا للمستعانم أجل إضافي قبل الأمستعانم كانت بمستعانم أن يكون لهم نوع من جديد يمكن للتحدث في العمل المليزيز ومستعانم سيلا أضافت السفيرة بأن نسبة المعاملات الاقتصادية بين المجار والجزائر تتجاوز 200 مليون دولار سنويا وهو ما يعتبر بعيدا كل البعد عن المبتغى والهدف السعي تحقيقه بأن نظر للعلاقة التي تربط البلدين منذ سنوات الثمانينات سنوات الثمانيس بنحالة سنوات الثمانينات